رأى رئيس حزب التوحيد العربي ويام وهاب أنه بإمكان أي درزي أن يتمثل في المجلس المذهبي الدرزي شرط أن يكون كفوءاً لافتاً إلى أن المهم عدم تعطيل عمل المجلس كما حصل في السنوات الست الماضية وهاب وأمام وفود من مناطق الجبل زارته في دارته في الجاهلية دعا إلى نبذ الانقسام والتسويات في الغرف المغلقة ومحاولات الاستثمار التي لا تؤدي إلى أي مكان عدم دخول الوزير جنبلاط بتسوي ثنائية أو ثلاثية أو رباعية حول المجلس المذهبي هو أمر إيجابي وهو أمر يمكن أن يعزز الديمقراطية في المستقبل لذلك نحن اتخذنا قرار بالمشاركة في المجلس المذهبي بالانتخابات ترشيحاً واقتراعاً حصرنا الترشيح في بعض القطاعات والاقتراع سيكون في كل القطاعات في القطاعات في المهن في المناطق وفي كل القطاعات وهذا الأمر أنا لا أؤمن بأنه مين إلي ومين مش إلي هذا عصر العبودية انعتقت الناس خلصنا بقى واحد بده شي بده خمسين شي بده أربعين شي بده ثلاثين شو نحن عاملين قائلين بجبني وقائدين عم نتقاصمه عايب هذا الكلام وبتطرقه إلى الأزمة السورية أكد أن محاولات إسقاط سوريا مستحيلة والمراهنة على استثمار ذلك في لبنان هو أمر خطير جداً وقد يؤثر على إجراء الانتخابات النيابية